السنة دي بصراحة بعد موسم صعب جداً للموسم الماضي والفريق كان يواجه شبح الهبوط وبإنجاز عظيم جداً من اللعبين ومن الجهاز الفني قدر في الخمس ست مباريات اللي في الآخر يعمل شغل محترم جداً لربك في الدول الممتاز ما توقعتش توقع كبير جداً للمقاولين السنة دي بقى في منطقة جيدة مقاولين على مدار الموسم تقريباً موجود في المنطقة المحيطة بالمربع الزهبي بشكل رائع جداً ديه المقاولين قدم الشكل ده السنة مضبوط في البداية يعني بداية من نهاية الموسم اللي فات طبعاً الكابتن شاوي جاه هو يعني مش عايزة أقول يعني احنا كنا في موقف صعب الغاية يعني كابتن شاوي جاه في آخر خمس مواطشات احنا كنا محتاجين نكسب الخمس سنوات في الدورية كان موقف صعب يعني والحمد لله بمجهود الجهاز الفني واللعيبة والإدارة قدرنا نحقق يعني نقدر ننشب يعني شبيه بالمعجزة فعلاً طبعاً وعدنا في الدوري وعدنا في الدوري وفنشنا في مركز عاشر فالموضوع كان قبل الخمس مباراة اللي في الآخر دكرة المقاولين المس تقول ايه اول فريق هيا بطل المقاولين بحقيق حقيق احنا كنا المركز الثاني من تحت او حان بنصر الاخير يعني فالحمد لله بكل فضل ربنا قدرنا نقعد في الدوري بمركز كويس السنة دي وجهنا تحدي كبير من بداية الموسم كننا عايزين نعمل موسم كويس نفنش في مركز كويس يمكن المركز اللي نهينا بالدوري مي ميتنجمش بمعنى صح او ما يقولش المجهود اللي احنا عملناه يعني كان مجهود كبير نهينا مركز جيد مقارنة بالموسم اللي فاتس صحيح انما احنا كنا طبعاين في مركز اكتر من كده بس الحمد لله يعني يمكن جينا في الدوري التاني مكناش موفقين بشكل كبير المطسط الاخيرة دي بس الحمد لله يعني مركز كويس يعني حمد لله راكر استقرار جهاز فني ومعاك جهاز فني كبير زي كابتن شاوه غريبة جهاز والمعاون بيفرق مع الفريق اكيد طبعا بيش تغيلك مديرين فنيين كتير عشان انت تاكيد لعبك مع فرق كتير كمان في الدوري كما بيغيروا كل شوية مدرق طبعا استقرار الفني ده للفريق عمتا وللعيبة مهم جدا بس الاستقرار ده بيبدأ من الادارة في الادارة مستقرة فبالتالي جهاز فني مستقر فبالتالي لعيبة مرتاحة وبتأدي كل عليها فالمنظومة بصراحة كانت يعني جيدة تخلي أنا كلعيب في الملعب لازم أدي كل يعني كل ما عندي وكل مجهودي ان انا اقدر انافذ تعليم مدير فني واقدر انافذ تارجة ما عاوزين نوصل في مطشات في بعض المباريات في الدور احنا كنا بناخد يعني كل كم مطش على بعض يعني كنا عاملينها كده في الفرق كل مطش بنقدر نجمع احنا محتاجين مثلا تسعة نقط محتاجين ستة نقط على حسب المشاوطة اللي بتقوم بيوجود عندنا هايل ايه افضل مباراة وانت شايف اكتر مباراة كنت مستمتع بيها جدا للمكورنسي سواء كنت بتلعب او ما كنتش بتلعب اكتر مباراة عامليني السنة دي بشكل رائع جدا والله اكتر مباراة وستدعني يمكن بداية كان الدور الاول في مطشات يعني انا فاكر مطش انبي ده كنا خسريني 2-0 في اول ربع ساعة ايوه رجعنا كسبنا 3-2 مطش كان بالنسبة لنا مهم جدا جدا فرق معانا عاملتا في الموسم في مطشات احيانا بتديق بوش كويس قوي لبعد كده فرق معانا بعد كده كسبنا كام مطش وارا بعض كذلك مطش كان حرص حضو برضو كنا كسبانين واحد نخسر اثنين واحد نرجع ثلاث اثنين فكان عندنا الكمباك كانت كويسة قوي في الموسم ده مطش كما لقد كانت الدور الاول عملنا مطش كان ولا أروحي مثأ connais ان احنا كنا متعدلين مطش كان خلص التعدل احنا كنا بجد فقط البس الأزعلانين احنا فتعدلنا مطش كما لقد كان مطش كان تطور التانى انا مكنتش بالعب بس الفرأ عاملت مطش كويس قوي اتعدلت 2-2 ففي مطش كتير, المحلة عملنا مطش على المحلة في المحلة كسبنا 3-0 كان مطش بعض اثنين بصراحة كبير فلا في مطش كتير انا كنت مخصوط بها اشتركوا في القناة